قيادة الجنوب في الجيش الأوكراني قالت إن قواتها استهدفت قاعدة عسكرية في أوكرانيا في رادينسك بمقاطعة خيرسون جنوب شرق أوكرانيا حيث نشرت القيادة صورا توثق هذا الاستهداف وقالت إنها قد استهدفت مستودعي ذخيرة للقوات الروسية وأضفت الهيئة بأنها حاولت تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة فوق مناطق بالاتحاد الروسي تم إسقاطها بمنطقة بليجراد كما أعلنت الهيئة الأوكرانية عن مقتل عدد من المدنيين إثر استهداف القوات الروسية بصواريخ مجنحة وقصف جوي ومدفعي مناطق في أوكرانيا وأكدت الهيئة أن قواتها صدت هجمات روسية في اتجاه كوبيانسك في مقاطعة خاركيف وفي بعض المناطق بمقاطعة دونياتسك ووصلت ضرباتها باتجاه مقاطعة زابوريجيا